دكتور إينار وزيرة خارجية الصين قالت أن الحوار يمكننا من إدارة الخلافات ويجب أن ندير خلافاتنا بشكل حكيم بحكمة برأيك هذا كان حديث ينطبق على الجانب التجاري فقط أم أنه يمكن أن يلقي بضلاله على جانب آخر سياسي ربما أمني أيضا؟ حسنا في الوقت الرهن الأمر يتعلق بالتجارة فقط ولكن هناك كثير من العناصر الثقافية لابد من تناولها أستراليا على سبيل المثال الشعب الصيني يعلم القليل عن الشعب الأسترالي والعكس صحيح فبتال هذه أحدى المشكلات الأساسية والتي تعمل على تصعيب الأمور ولكن في حقيقة الأمر كانت هناك بعض الأزمات مثل الوباء الكورونا وكان هناك الكثير من العزلة الصين كانت تتحرك بسرعة من أن يكون لديها حدا من التواطر مع كافة الدول حول العناصر ولكن إذا ما نظرنا إلى الخطوات الصينية لم تكن عدوانية نعم هم يدافعون ونعتقدون أنهم يفعلون الأمر الصحيح وتفعل كذلك أستراليا وعديد من الدول الأخرى ولكنها لم تنشئ وتنشب أي حرب هم الصين فقط تقدم المساعدة للشعوب فبالتالي الشعوب هي من تقرر أن تختار هذا الطريق أو غيره فبالتالي هناك طلب من جانب الصين أن يكون هناك احترام لمبدأ الصين واحدة وهذا ما تطلبه الصين بما في ذلك من أستراليا فبالتالي حيث أن هناك الكثير من القضايا الصين تعتقد أنه ربما تكون هناك بعض الخلافات في الكثير من الجوانب ثقافيا اقتصاديا وغيرها ولكن لابد من تحقيق التوائم معتمدا على التفاهم المشترك وتفاهم واحترام اختلفات الآخرين فبالتالي هناك ميطاق صيني يعتمد على هذا الأمر وهو مختلف تماما عن النظام الأمريكي الذي يعتمد على بعض المبادئ المختلفة ولديه بعض السياسات والاقتصادات المستقبلية المختلفة ولكن بشكل أساسي يعتبر هذا إعادة إنتاج للولايات المتحدة كما هي لا أعلم إن كان لدى بعض الشعوب حول العالم أن يتقبلوا هذا الأمر بما يحدث فيه الولايات المتحدة نعم